وفقرتنا الآن مشاهدين عن فنان من نوع خاص جمع بين الشرق والغرب بين الثقافات والأديان في رسالة سلام إلى العالم بلغة موسيقى الراب هو الفنان موس سابري الأن درغام التقى الفنان في واشنطن وكان التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر أعزائي المشاهدين بحييكم العاصمة الأمريكية واشنطن بفقرة فنية جديدة قمان ضيفنا هو مميز جداً تم دعوته ليشارك الرئيس أوباما بمناسبة تشارك الأديان لها سنتين على التوالي كما هو فنان حول الأنشيد الإسلامية إلى عالمه الخاص إلى عالم الهيب هوب والراب عم نتكلم عن فنان بيعد وبيكتب وبينتج أغانيه كمان هو الفنان موس سابري أهلا وسلام بك في برنامج اليوم على الحرة مو أول شي بيخطر على البيل إذا عم عرفت لأول مرة لجمهور العربي أو جمهور الشال الأوسط كيف بتعرف عن حالك؟ أنا مغني راب أمريكي مسلم مو متل ما ذكرت بالمؤدمة حضرتك قدرت انقلت الأنشيد الإسلامية إلى عالم الخاص إلى عالم الهيب هوب والراب كيف تمكنت أن تنقل عالمين مختلفين تماماً عن بعض؟ الإسلوب الذي أكتب به هو إسلوب شعري في كتابة الأغاني لما يشكل الشعر من أهمية بالغة في الثقافة الإسلامية وأكتب عن الحياة وأيضاً حول الإسلام والأشياء المهمة بالنسبة لي ثم أضعهم في إسلوب الهيب هوب طبعاً مو كان فيه سبب كتير كبير أنك تاجع على العصمة أمريكية وواشنطن هي مناسبة تشارك الأديان يعني فليس خبرنا أكتر عن هذا الموضوع جئت إلى واشنطن من أجل حضور مأدبة إفطار لتحاور الأديان الوطني الذي يقام سنوياً ويشارك فيه الرئيس أوباما وقد تم اختياري لأنني كتبت أغنية ليسوع أو النبي عيسى التي بيّنت التقارب بين دين الإسلام والمسيحية ولأن تشارك الأديان مهماً كثيراً لي أود مد جسور التواصل بين الأديان وأظهر أوجه التشابه أنت تتكلم عن أغنية التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب برأيك أن هالأغنية كانت هي محطة أساسية بمسيرتك الفنية؟ أحب الناس هذه الأغنية كثيراً وساعدتني على بناء الجسور هناك أشخاص في أمريكا وفي العالم الإسلامي يودون سماء أغنية تحمل هكذا معاني هؤلاء الأشخاص يريدون أن يبنوا صداقة مع العالم الأجمع هذا ما يبين حاجة الإنسان بالتواجد مع غيره من مختلف الأديان والمعتقدات وهذا كان هو هدفي من هذه الأغنية فشعرت بفرح كبير بالتفاعل الإيجابي للأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكم الهائل من المستمعين لهذه الأغنية المميزة يعني طبعاً ما بعد حادثة 11 سبتمبر يعني هل كان هذا الحدف بحد زيته مثل أنه سبب تصحيح حسود الإسلام بالعالم أجمع؟ السبب الرئيسي لكتابة أغنية المسيح عندما شهدت كليب لأغنية تحمل معاني سيئة حول الإسلام وكوني موسيقي وأمتل قاعدة جماهرية كبيرة تسألت لماذا لا أستعمل هذا الممبر لأقول الحقيقة بدأت بعمل الموسيقة لمدة طويلة ولكنني لم ألتج إلى هذا الإسلوب الذي اعتمده اليوم وعندما قررت بفعل ذلك النتاج كانت مرضية تماماً ووصلت لعدد كبير ودائماً هدف الأساسي هو توحيد العالم أجمع عبر أعمالي وسأستمر بفعل ذلك بألبوم مقبل كما ذكرت بالمؤدمة بتكتب وبتنتج وبتعد أعمالك كيف ممكن أن شخص وان مين شو يقدم كل العمل وحده؟ كموسيقي أحب أن أتابع عملي بكل أوجهه لأوصل الرؤية التي أريدها بالكامل منذ الصغر عزفت على الألات الموسيقية كالأوركسترا والدبل بايس وتعلمت بنفسي لاحقاً أن أعزف على القيتار حيث استلهمت معظم الألحان التي حولتها إلى الألحان الراب بأسلوب خاص ومسج ستايل الرؤك في بعض الأحيان ومسجها بالألات الموسيقية الأخرى هذا المزيج كان خاصاً جداً موسيقى موسيقى كما شفنا أعمالك كلها متواجدة على مواقع السوشيال ميديا وشفنا مؤيدين كثير لألك ومشجعين ومحبين لألك كمان على كل الصفحات وشفنا كثبت منها كثير أداء قدمت لك السوشيال ميديا اليوم هل لو لم يكن في السوشيال ميديا هل كان اليوم مو صبري موجود بها الموعل؟ وصلت له بوقت كثير قليل حضرتك يعني صراحة كان شعوراً رائعاً كيف أصبحت أعمالي منتشرة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب أصبح المحبين يتقصون أخباري عبر الإنترنت وازدادت العداد لتسجل بعض أعمالي أكثر من مليون مشاهد وأنني أتواجد بشكل متواصل عبر صفحاتي الرئيسية في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى موقع الرئيسي موسابري دوت كوم كيف أدفعه؟ لقد كنت أدفعه إن دعوني لتعرفة لقد أدفعه في نفسك وقد أدفعه في أمر سادي قلق بأس حولتها وأبعدها روضى ولقد أعرفتها هذرنا موسيقى أوقد شرعه أدفعه سيكون لقد كانت تدفعه وقوم بحضل لأنني أخذت وجدت 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 وجد وجدت وجدت يا ربي كلمات رائعة جداً من غنية يا ربي خبرنا أكثر عن هذه الغنية هذه الأغنية تحت اسم يا ربي من ألبومي الجديد هذه الأغنية تتكلم عن المرحلة التي بدأت أكتب فيها أغاني عن الإسلام هل أنت تشتغل على ألبوم جديد؟ رح ينزل أم متى؟ خبرنا أكتر عنه كمان ما زلت أعمل على الألبوم الجديد وإن شاء الله سيبصر النور في بداية موسم الصيف ولمعرفتي المزيد يمكن للمهتمين أن يتابعوا أخبار الألبوم عبر فيسبوك وتويتر يعني مو قبل ما نحكي عن الكونسرت والتورز في غنية واحدة سونج كثير وتطلع على ستايج وتغنية كان أول نشيد أعدته تحت اسم الجنة أين هو قلبها؟ عيشة والأغنية تتكلم أن فتاة تأثرت بعيشة وأن تملك شخصية مماثلة لها والكلمات تقول والكورس تقول أنا ممتن كثيراً لمحبيني من جميع أنحاء العالم دائماً أنظم جولات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بالإضافة إلى أوروبا ولكني أخطط مؤخراً للذهاب إلى العالم العربي أنا أحب أن أذكر أنت أول مظلم رابر تنقل الموسيقى من الأنشيد الإسلامي إلى ستيل الراب حضرتك حالة فريدة من نوعها خبرنا هلأ أكثر عن الألبوم اللي تصدر الشارت بالآيتونز لأول جمعة يعني بين الأوائل الخمس الأوائل وإخذ ويرد الشارت يعني طوب فايف خبرنا أكثر عنه أول ألبوم كان لي بعنوان الكلاسيكية بين عشية وضحاها منذ عامين قبل أن نتحول إلى الأنشيد الإسلامية وألبوم الأول تصدر لائحة الألبومات الخمس الأولى لأسابيع عبر آيتونز شكراً لكل الأشخاص الذين اشتروا الألبوم وكان للشرف بتصدر لائحة مهمة في عالم الموسيقى وإلى جانب مغنين كبار وأتأمل بنتاج أفضل لألبومي القادم إن شاء الله مو صبري أي فنان عالمي أحيال شخص تأثر بموسيقتك أو أعطاك الاندفاع بأن تسلك هذا الخط؟ أولاً تأثرت بديني الإسلامي وطبعاً الله أعطاني القوة والدعم بأن أتكلم بأعمالي وكما تأثرت بتعاليم محمد رسول الله وعلى الناحية الموسيقية تأثرت بالمغني اليهودي ميتس هيو كونه يهودي تكلم عن الحياة والسلام وتعاليم الله وتأثرت كثيراً بموسيقاه من كلمتك وألحانك وأغنيك شو عم جابة توصل للعالم؟ أود أن أقول للعالم بأن تكون فخوراً بنفسك وبغيرك رحب بالسلام وتعايش مع الآخر وهذا ما أوجه فيه كلماتي ضمن الناشدي الإسلامية مو يعني فعلاً كان اللقاء مميز جداً بتمنى لك الخير والتوفيق بالمراحل القادمة بمسيطك الفنية وإن شاء الله نشوفك على ستيج بي المدلئيس وخاصة بالعالم العربي شكراً جزيلاً لألك شكراً لألك شكراً للمشاهدة